اهلا بحضراتكم من جديد اللي شاركت في مبارات الأمس وعمل تدريب بدني برضو بس خفيف في فندو الإقامة لباقي أفراد الفريق بعد جده كان فيه وجبة فطار بعد جده كان فيه وجبة غدا حوالي الساعة 3 وبعدها كان التحرك لمطار رتنجة والطهارات حركت حوالي الساعة 5 بتوقيت القاهرة توصل القاهرة إن شاء الله حوالي الساعة 10 ونص طيب بكرة الـ 2 والـ 3 هيبقى فيه أجازة وراحة سلبية أكيد الفريق يحتاج راحة سلبية بنتكلم في يومين 3 على أقل بعد ضغط 11 يوم 4 مباريات مع مدارس قروية مختلفة فالفريق ربنا يكون فعون اللاعبين محتاجين أجازة وراحة سلبية اليومين الجايين طيب إمدى الفريق يبدأ استعداداته؟ الفريق هيستانف تدريباته صباح يوم الأربعاء على ملعب مختار التيتش بالجزيرة وفي قصة ملعب التيتش هرجع على حضراتكم لإنه عندي معلومة مهمة جدا لإنه النهاردة أنا شايف في السوشيال ميديا بتتكلم في التفاصيل كتير ويمكن كل الكلام اللي بيكتب في السوشيال ميديا بخصوص ملعب التيتش كلها غلط وعكشف عن مفاجأة الناس لأول مرة عتسمحها من خلال برنامج التريند طيب إبقى بالتالي الفريق هيستانف تدريباته صباح يوم الأربع استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل طيب الفريق هيتمرن الأربع في القاهرة هيسافر يوم الخميس السفر يوم الخميس المقبل إلى السودان وهيبقى فيه تدريب إن شاء الله يوم الخميس وتدريب على ملعب المباراة يوم الجمعة الساعة 3 العصر والمباراة يوم السبت الساعة 3 مع الهلال السوداني في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كلنا عارفين كمان بعد مباراة الهلال هنرجع مفيش وقت للراحة مفيش وقت إنك تفكر بس تبص لمن أو شمال عندك مباراة بعدها على طول بـ 72 ساعة فين في أسوان طيب الفريق يرجع للقاهرة وبعد كده من القاهرة يسافر لأسوان ولا هيعمل إيه على طول الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الإداري استعدوا بشكل جيد لهذه المباراة وبعثة الفريق قررت إن هي بعد ما تخود مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل هترجع من السودان إلى أسوان مفيش عودة إلى القاهرة لا هترجع من السودان إلى أسوان فبالتالي هتلعب في السودان يوم السبت ترجع بالليل تبقى عامل معسكر مغلق وموجود في فندو الإقامة في أسوان يوم السبت بالليل آه الحمد لله المسافات قريبة وكلنا عارفين إن السفر من القاهرة للسودان ما بيخدش حوالي ساعة ونص ساعتين وترجع من السودان على أسوان الطيارة يدوبك ساعة هي طيارة خاصة هتبقى معاك فترجع على أسوان وتستعد بقى وانت موجود في أسوان يوم الحد والاتنين لمباراة الثلاث على فكرة برضه هتخلص مباراة أسوان يوم الثلاث وترجع للقاهرة عندك مباراة بعدها على طول بـ 72 ساعة بس مع مين مع ساندونز يوم 25 فبراير في ملعب السلام في دوري أطال إفريقيا وزي ما قلت الفترة اللي جاية للأسف يعني للأسف إدارة المسابقات في الربطة بدل ما تفكر في حلول جزرية بخصوص جدول الدوري وعارض أنديت الدوري في الفترة اللي جاية والكلام ده بيحصل بقاله سنة وسنتين محدش بيفكر في كده الأهل بيشارك في كاس عالم عنده ضغط كبير جداً في دورة أبطال إفريقيا اضغط الأهل على قد ما تقدر عشان فكرة انهاء الدوري في شهر ستة في شهر سبعة ونرجع تاني كل سنة نفس الموال ما فيش أي جديد طالما ما حدش بيفكر إزاي يغير شكل الجدول وإزاي يغير شكل الدوري بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وأتمنى يا رب بإذن الله ما يكونش فيه جهاد وضغط عصبي كبير جداً على الفريق الفترة اللي جاية وده الجزء النهاردة اللي كابتن سيد عبدالحافيز في تصراحاته كان ألأم منه الإصابات اللي ممكن يتعرض لها اللعيبة خلال الفترة اللي جاية وضغط المنشاط اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية